اللعب بالنرد قضاء وقت الفراغ في المقاهي أو بين شلة الأصحاب بلعب النرد وربما المقامرة عاد يمارسها كثير من الشباب والشياب فهل يعلمون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللعب الممتع؟ عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه حديث صحيح رواه أحمد ومسلم وغيرهم وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وغيرهم